الأهلي النهاردة بيفتتح الموسم وذلك للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز بفوز رباعي على المصري البورسعيدي بملعب الجيش ببرج العرب زي ما حضراتكم شايفين أهداف المباراة مباراة ولا أروى من جميع اللاعبين نادي الأهلي وأجمل هداية من اللاعبين دول الجمهور الراقي اللي كان في المدرجات ستاة برج العرب النهاردة فوز ممتع ومقنع أداء ونتيجة كبيرة تبتلعب فريق كبير النادي المصري قدرت تكسبه 4-0 المباراة ما كانتش سهلة ولكن الأهلي دايما بخير زي ما حضراتكم شايفين الواحد مش عارف يقول مين ولا مين ولا مين النهاردة كان نجم المباراة ولكن درجات الإيجادة كبيرة جدا لكل نجوم الأهلي النهاردة خصوصا بير ستاو يعني إذا تكلمنا فهنتكلم على من أحرز هدفين هو بير ستاو وبالتالي هو الأفضل وسط الأفاضل يعني كلهم كويسين النهاردة الحقيقة كلهم هيلين كلهم رائعين كلهم يستحقوا يعني أرقام جيدة جدا وكبيرة جدا حتى يا كريم فؤاد اللي لسه يعني ما بقلوش أو أول ربع ساعة يلعبها النهاردة ربنا كرم وبجون الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة ربنا بيكفقوا على صبر لمدة ست شهور ولا سبع شهور ولا ثمان شهور كمان دلوقتي فبالتالي كل حاجة حلوة النهاردة كل حاجة إيه حلوة كل حاجة إيه جميلة كل حاجة طبعا أعظم حاجة وأحلى حاجة جمهور اللي حضراتكم شايفينه جمهور النادي الأهلي كالعادة دائما ما يكون هو الأفضل والأعظم في كل شيء تشكيل اللي اختاروا مرسيل كولر حتى التبديلات اللي عملها النهاردة مرسيل كولر هي تبديلات رائعة جدا كل حاجة النهاردة يعني حتى اللعبة اللي نزلت في آخر عشر دقايق عملت أداء كبير الحقيقة مش عارفة أقول إيه ولا إيه ولا إيه لو عايزة تكلم عن لاعب بعينه مش هقدر هتبقى صعبة جدا